بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء تعليم وتعلم ولقاء إفادة واستفادة من الأيام المباركة والليالي الحظيمة التي يحرص عليها المسلم في كل بقاء المعمورة هي ليلة خير من ألف شهر سبحان الله ليلة مباركة ولذلك تجد المسلمين في جميع أنحاء العالم يستعدون لها ويتهيأون لها ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في يومها وليلتها هي ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر سبحان الله عندما نقرأ في سورة القدر سميت بهذه الليلة هذه السورة في جزء عمى سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر هذه الليلة العظيمة المباركة أيها الله تعالى قال عنها مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة سميت بهذا الإسم لأن الله تعالى يبارك فيها ويهيئ فيها ما لم يهيئ في غيرها سميت بليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها أعمال السنة كاملة وسميت ليلة القدر بهذا الإسم لقدرها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى سميت ليلة القدر بهذا الإسم لأن الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل منجما طيلة 23 سنة ليلة القدر علمها أخفية تعرفون لماذا أخفية نحن اليوم في بعض الأحيان نصم آذاننا ونتبع حوانا خطورة النزاع والافتراق ونستغرب من الناس الذين يروجون للاختلاف وإلى النزاع في عهد رسول الله تلاحى اثنان من الصحابة فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وريت هذه الليلة حتى تلاحى اثنان منكم فأنسيتها ولذلك ذكر بعض العلماء أن سبب التنازع وسبب الاختلاف بين المسلمين يفوت عليهم كثيرا من المصالح ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايش ريحكم وصبروا تجد بين اخوة اخي منازع خصام بين الزوج وزوجته بين الابن وابنه بين الجار وجاري ليش يا اخوة ليش هذا التنازع كله نحن دائما نحرص على ليلة القدر وسميت ليلة القدر لأنها ذات شرف بحيث أن الملائكة تنزل فيها تنزلوا الملائكة والروح فيها وقيل لأنها ليلة سلام ليلة هدوء ليلة سكينة ليلة محبة ليلة وقار ليلة كل ما تعني هذه الكلمة سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة لم تحدد في يوم من الأيام سبع عشرين خمسة عشرين سبع عشرين سبع عشرين لماذا؟ عشان نحن المسلمين نكون دائما مستعدين ما نعبد الله في يوم من تركه في أيام أخرى ما نعبد الله في رمضان ونقرأ القرآن في رمضان ونقرأ رمضان قلنا له مع السلامة كما يقول القائد رمضان ولهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي بالأمس قد كنا سقيني طاعة واليوم من نلعيد بالإطلاق لا بل أيامنا كلها عبادة كلها عمل كلها اجتهاد كلها مثابرة كلها صفاء كلها محبة كلها وئام لا مجال اليوم للتسويف لا مجال اليوم للتعجيل لا مجال اليوم للخصومة لا مجال لكل ما تعني هذه الكلمات إذن أيها الأخوة الكرام أخفي علمها كي لا نتكل نحن هل هي في 27 هل هي في 29 هل هي في 21 هل هي في 25 النبي صلى الله عليه وسلم حدد الميقات التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في كل وتر ولذلك الناس يعتكفون في العشر الأواخر من رمضان لماذا؟ لماذا؟ حصا على قيام ليلة القدر إذن نحن نلتمس في العشر الأواخر صح ولا لا؟ لكن في أي يوم هل هي 27 هل هي يوم 25 هل 21 هل 29 أنا أريد أن تكون عبادتنا متصلة دائما صح ولا لا يا إخوة ما أنا أصلي الظهر وأترك العصر ما أصلي المغرب وأترك العشاء وإنما أكون إيش أكون يعني متصل العبادة دائما مستمر عندي استمرارية فإذن ليلة القدر أخفي علمها كالسويعة في يوم الجمعة والمن هنا يحرص المسلمون على العمل الصالح ما هي الأعمال التي أنت تريد تقوم بها هي أصلا رمضان كلها أعمال أنت كمسلم أنت كمسلم ما تريد تسوي في هذه الليلة سيدة عاشي تقول للرسول يا رسول الله رأيت إن أريد هذه الليلة ماذا أقول قال أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني صح ولا لا إذن إحنا علينا بالدعاء علينا بالذكر علينا بالاستغفار علينا بالقيام بالأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى يا إخوة ما هي الأعمال التي تقربنا إلى الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورقله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعادني لأعيدنا إذن وسائل القربة من الله سبحانه وتعالى وسيلتان المحافظة على الفرائط والإكثار من النوافل في أعمال بينك وبين نفسك وفي أعمال بينك وبين الله وفي أعمال بينك وبين العباد لابد أن نقوم بهذا كله نحن لأن في بعض الأحيان أنا أعبد ما شاء الله وصلي لكني سيئة الخلق هل تكون عبادتي أنا يعني لها ثمرة ما شاء الله أنا في الصف الأول لكن مخاصم قيراني أنا يوم الجمعة أول الناس لكنني أخون الأمانة أنا يوم ما شاء الله في صلاة العيد أنا في المحراب لكني أتكبر على عباد الله إذن لابد تكون الأعمال التي بيني وبين الله ثمرتها تعود بيني وبين نفسي وبيني وبين الله وبيني وبين العباد صح والله لها جماعة فإذن أنا أحافظ على الواجبات التعبدي بيني وبين الله أحافظ على الواجبات التي بيني وبين نفسي من خلال المحافظة على نفسي من خلال القيام بالعمل الذي يرقى بنفسي من خلال العمل الذي يحافظ على نفسي أنا وقعت أسوق سيارة أنا مصلي الفجر وبعدين أسوق أروح الشارع ولحتاً بأنظمة السير وقوانين المرور وأتجاوز من اليمين ومن اليسار مرة وأسرع سرعاً هل أنا أديت حق نفسي؟ هل أنا حافظت على نفسي؟ كذلك عبادة بيني وبين الناس يا جماعة أجاري، إخواني، أصدقائي يعني أحبابي، أهلي، قومي جماعتي، المواطنين الذين عندي المقيمين الذين يعيشوا في بلدي هل من حقهم أن يعيشوا آمنين مطمئنين على أموالهم على أعراضهم على أنفسهم على ممتلكاتهم على 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 إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ليلة القدر يا إخوة نزل فيها القرآن كيف نحن والقرآن؟ أيها، كيف نحن والقرآن؟ نقرأ القرآن في هذه الليلة بس؟ لا، في كل الأيام، لكن نكثر في ليلة القدر يتقبل الله الدعاء لذلك نحن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ونرجو من الله الإجابة وقد وعد الله تعالى بالإجابة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أو يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم لا تدعو على بشر لا تدعو على حيوان لا تدعو على إنسان لا تدعو بتقطيع الأواصل والأرحام لا ثم تطحر مطعمك مأكلك ومشربك وملبسك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام وأغذية بالحرام فأنا ستقاب لذلك ذلك ضروري نحن ندعو في ليلة القدر يا إخوة أن نطيب مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومسكننا هناك همسة اللي يريد يقوم ليلة القدر وفي قلب غلع المسلمين أو على أبيه أو على زوجه يعني وحدة تقوم ليلة القدر ولكن بينها وبين زوجها خصومة هل هذا قيام ليلة القدر يعتبر واحد يقوم ليلة القدر ويهجر إخوان المسلمين يخطف على أخي المسلم وما يسلم عليه وأنا حقيقة دائما أحرص على الحديث عن هذه قضية السلام وإفشاء السلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم فإذا قيام ليلة القدر التي هي سلام حتى مطلع الفجر لا بد أن ننشر نحن السلام أن ندعو إلى السلام أن نتمسك بالسلام أن تكون مبادئنا وقيمنا تدعو إلى السلام بل حركاتنا وسكناتنا وأخذنا وعطاؤنا وبيعنا وشراؤنا دائما بالسلام وتحييتهم يوم يلقونه سلام إذن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله هذه الليلة المباركة ليلة الأمن والأمان والسلم والسلام هل لها علامات؟ يعني بعض الناس يروح يتشوف وما لها علامات معينة لكن ربما بعض العلماء يقولون صفاء الجو الجو الهادي تكون السماء صافية النقوم زاهرة تكون فيها سكينة تكون فيها محبة تكون فيها وقار لأن هذه أشياء معنوية اعتبارات معنوية هذه وبالتالي نحن نسعى للقيام ليلة القدر عدنا صلاة تراويح وعدنا صلاة قيام وعدنا صلاة تهجد ونحافظ على صلاة العشاء ونحافظ على صلاة الفجر لأن بعض الناس يقوم الليل وما يصلي الفجر ما يستو يا حبيبي زين؟ ولذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني نستغفر الله وندعوه ونطيل في القيام زين؟ حتى مطلع الفجر ومعروف الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا إنك تحب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا إذن دائما أيها الإخوة أيها الأخوات نقوم بهذه الليلة المباركة ونكثر من الدعاء ونتلوها ونتعلم تلاوتها نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وأن يأخذ بعيدنا إلى ما يحبه ويرضاه شكرا لكم غفر الله لي ولكم وأهنئكم بقيام ليلة القدر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة